أكد الهلال الأحمر الفلسطيني بالتنصيق مع منظمة الصحة العالمية أنه أجل اليوم 21 جريحا من مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس بعد خروجه عن الخدمة واضحا أنه تم نقل الحالات إلى مستشفيات برفح في جنوب القطاع هذا وقصفت منفعية الاحتلال محيط مجمع ناصر اليوم ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين وتدرر المباني بينما لا تزال قوات الاحتلال تحاصر المجمع الذي يتواجد بداخله عشرات المصابين والتواقم الطبية مع تحويل قوات الاحتلال مستشفى ناصر بخان يونس إلى ثقنة عسكرية قالت منظمة الصحة العالمية أنها أكملت مهمة إجلاء ثانية من مستشفى ناصر لكنها عبرت عن قلقها بشأن نحو 150 مريضا ومسعفا ما ذالوا في الموقع منظمة الصحة أعلنت أن مستشفى ناصر وهو الثاني أكبر مستشفى في غزة توقف عن العمل الأسبوع الماضي بعد حصار دام أسبوعا تبعته مداهمة إسرائيلية ونقل موظف منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة أخرى حتى الآن 32 مريضا في حالة حرجة من بينهم أطفال جرحى ومصابون بالشلل لكن المنظمة تقشى على من تبقى في ظل تناقص الإمدادات مع عدم وجود كهرباء أو مياه في المكان مشيرة إلى أن المخلفات الطبية والقمامة تمثل بيئة خصبة للأمراض الصحة الفلسطينية في غزة قالت أن الوضع بلغ حدا كارثيا أدى إلى وفاة عدد من المرضى بسبب نقص الوقود والأكسجين وأضافت أن حياة من بقوا هناك مهددة بشدة وتدور اشتباكات في محيط بعض المستشفيات التي يشتبه الجيش الإسرائيلي في أنها تضم بنى تحتية استراتيجية لحركة حماس وفي ظل الحصار المطبق الذي تفرضه إسرائيل منذ بدء العدوان نفد الوقود في القطاع وأثر سلبا على المستشفيات اشتركوا في القناة